بكرة طبعا مواجهة منتخب مصر مع زنبيا في غاية الأهمية علشان كده بدأ روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني اللي أعلن أكتر من مرة أنه هو بيجدد دماء المنتخب الوطني أول ما خسر من تونس بدأ يرجع خطوتين ثلاثة للخلف بمعنى أنه بدأ يستعين ويستعيد مرة تانية بعناصر الخبرة اللي كانت طبعا مش موجودة في الفترة اللي فاتت اللي على رأسها إما سواء للإصابة أو سواء لعدم أو لمحاولة روي فيتوريا تقديم عدد من اللاعبين الجدد أول لما خسر ثلاثة بدأ بقى يجيب الرجالة اللي بجد طبعا كل اللي عيبها رجالة وكل حاجة لكن بدأ يجيب الرجالة اللي بجد اللي بتواجه فعلا المنتخبات الكبيرة واللي عندها خبرات وبالتالي على رأسها تريز جي نجمة طبعا منتخب مصر والمحترف في نالي ترامزون التركي وآه كان مصاب علشان حد هتطلع يقول لك يا عم ده كانوا مصابين فبالتالي الراجل ما كانش عارف ييبهم لأ هو راجل كان بيحاول أنه هو يقدم محمود حمادة يقدم عمر مربوش عمر مربوش آه كان موجود أيام كيروش لكن أو لما خسر ثلاثة من تونس بدأ يروح ليه النجوم اللي عندهم خبرات محمد النيني طبعا المحترف في نادي أرسنال الانجليزي برضو بقى متواجد برضو هتتكلم على الإصابة لا هي بدأ يغير سياسته فيتوريا بعد التلاتة اللي شالهم من تونس بدأ يغير سياسته إزاي جي قال للحزم إمام المشرف العام على المنتخب وعضوا مجلس الدارة التحاري الكورة بعد إذنك وده احنا قلناه قبل كده مش هيبقى فيه سماح لأي لاعب إنه يخرج من معسكر المنتخب ومحدش ييجي يقول لي خرج لعيبة لعبة الأهلي لعبة الزبالك لعبة بيرامز أي لعبة بتلعب في دوري الأبطال أو الكون فيدرالية أنا ضمتهم للمنتخب مش هيخرجوا وبالتالي هيفضل اللعيبة معايا ومحدش ييجي يكلمني من اتحاد الكورة على إن فيه لاعب ممكن يتم السماح لي بالخروج ده أول حاجة تاني حاجة إن زي ما بقول لحراتك بدأ مرة تانية تلات أو أربع عناصر من اللي كانوا ما بيعتمدش عليهم فيتوريا هتلاقيهم متواجدين في الفترة اللي جاي وأيضا مروان حمدي مروان حمدي تم ضمه لسببين السبب الأول هو عدم قناع فيتوريا المدير الفني للمنتخب بأداء أو بمستوى مصطفى محمد في المباريات الأخيرة هتيجي تقول لي مصطفى محمد متقلق مع نانت الفرنسيا هقول لك زي الفل وتعظيم سلام لكن الراجل شايف إن لابد إن يكون فيه بديل وشايف كمان إن الدور المصفي ما فيهوش راس حربة مميز سوى مروان حمدي نجم طبعا المصري وكان نجم الزمالك وبالتالي هو عايز لاعب أو عايز راس حربة صريح متواجد داخل السندوق فهيكون مروان حمدي بديلا لمصطفى محمد في أي وقت ممكن يتم الاستعانة به المعسكر ده لم يشهد ضم محمد شريف المحترف طبعا بنادي الخليج السعودي بسبب اعتراض محمد شريف على عدم إشراكه في المباراتين اللي فات تم استدعاء محمد شريف في المعسكر اللي فات كان ينتظر إنه هيتم الدفع به في مبارات إثيوبيا في الجولة الأخيرة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا اللي هتقام في كود دفوار ما تمش الدفع به استنى محمد شريف علشان يتم الدفع به في مبارات تونس برضو الودية ما تمش الدفع به وبالتالي تحفظ وأبلغ بعض زملائه داخل الفريق باستياءه من عدم الدفع به كلام ده وتوصل لي الجهاز الفني فمش موجود محمد شريف في القائد